بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد خاتم الأنبياء وإمام المرسلين اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وأنعم وبارِك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مشاهدي الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته كلنا يأمل في عطاءات مولانا سبحانه وتعالى ومنح ربنا جل في علاه لكن كيف نصل إلى هذه العطاءات وكيف نحظى بهذه المنح بداية لا بد وأن نعلم أن المعطي هو الله وأن المانع هو الله وأن القابض هو الله وأن الباسط هو الله وأن الرازق الرزاق الوهاب هو الله سبحانه وتعالى لَنَا بِاللَّهِ أَمَالٌ وَسَلْوَى وَعِنْدَ اللَّهِ مَا خَابَ الرَّجَاءُ إِذَا اشْتَدَّتْ رِيَاحُ الْيَأْسِفِينَ سَيَعْقِبُ ضِيقَ شِدَّتِهَا الرَّخَاءُ أَمَانِينَ أَمَانِينَ لَهَا رَبٌ كَرِيمٌ إِذَا أَعْطَى سَيُدْهِشُنَا الْعَطَاءُ قال الصالحون وفي المنع عطاء في منع مولانا سبحانه وتعالى عطاء لأن المنع حكمة من الله سبحانه وتعالى وربنا هو الحكيم العليم جل وعلا أحبة الأكارم من مفاتيح المنح والعطاء أولا شكر الله تعالى يقول ربنا سبحانه وتعالى لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ فَيَا مَنْ تُرِيدُ الْعَطَاءَاتِ يَا مَنْ تُرِيدُ الزِّيَادَةِ يَا مَنْ تُرِيدُ الْمِنَحِ أُشْكُرْ رَبَّكَ سُبْحَانَهُ اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور سيدنا عمر يسمع رجلا يدعو يقول اللهم اجعلني من عبادك القليل فقال له ما هذا الدعاء قال الرجل يا أمير المؤمنين هذا الدعاء في القرآن يقول الله سبحانه وتعالى وقليل من عبادي الشكور فبكى سيدنا عمر وقال كل الناس أفقه منك يا عمر الشكر مفتاح من مفاتيح المنح والعطاء ثانيا من مفاتيح المنح والعطاء حسن الظن بالله لا بد أن تكون حسن الظن في أن ربك هو المعطي الوهاب الرزاق إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين قال مولانا وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها قالوا للمرأة البدوية العربية لقد خرج زوجك إلى الجهاد وتركك خرج زوجك إلى العمل وتركك في غربة فمن أين ستأكلين ومن أين ستشربين قالت لهم قولة المرأة الواسقة المطمئنة لقد عهدناه أكالا وما عهدناه رزاقا ولئن ذهب الأكال لقد بقي الرزاق حسن ظن بالله أنا عند ظن عبدي بي كلام مولانا جل وعلا في الحديث القدسي بل إن نبينا عليه الصلاة والسلام ليقول ويعلمنا أنه من حسن الخاتمة قال نبينا لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله يحسن الظن بربه مقام من أعلى المقامات العالية تحظى بالمنح والعطاءات والبركات والخيرات لا تيأس كن مع الله يكن ربنا معك تنال العناية والرعاية والحماية والولاية من مفاتيح المنح والعطاء تقوى الله كل هذا في القرآن إذا كنت تقيا تخشى ربك خائفا من مولاك تبحث عن الحلال جهدك سترى مولانا جل وعلا يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب سترى ربنا يقول ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا سترى ربنا يقول سيجعل الله بعد عسر يسرا من مفاتيح المنح والعطاء أن تطيع ربك أن تعمل صالحا يقول ربنا فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة ونحشره يوم القيامة أعمى أحبة الأكارم من مفاتيح المنح والعطاء أن تعطي وأن تمنح وأن تعطي الناس قال نبينا صنائع المعروف تقي مصارع السوء أسأل الله تعالى أن يفتح لنا أبواب الخيرات والبركات والمنح والعطاءات بفضلك يا الله وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله